للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي اللبناني عبد الرحمن صلاح الدين أهلا بكم سيد صلاح الدين بداية هل من معلومات محدثة عن النتائج الأولية للانتخابات؟ هناك بعض الضوائر في إطار الفرز والحسابات لكن على العموم الإطار العام بات معروفا تيار المستقبل شاهدت تراجعا كبيرا في عدد نوابه هناك لديه تراجع محدود من 14 إلى 18 نائب خسيرهم وهو انخفض على تمثيله من 38 نائبا إلى ربما 20 أو 24 نائب أيضا بالمقابل حزب القوات اللبنانية وهو حزب يميني مسيحي أبهر تقدما من كتلة من 6 نواب الآن أصحديه بين 14 إلى 15 مقعد وبالتالي هي أيضا من الملاحظات الهامة في هذا الموضوع منظمات المجتمع المدني هي بين حصول على مقعد أو مقعدين وهي صراحة نسبة متدنية يعني ما رأيناه في الانتخابات البلدية السابقة كان دور منظمات المجتمع المدني أقوى من هذه الانتخابات السابقة أيضا أن فكرة السنائية السنية سقطت مع رسوب اللواح الذي قدمها الوزير السابق أشرف ريفي وبالتالي ربما ريفي تلقى ضربة قوية جدا في هذه المعركة وأيضا من الملاحظات أن عدد من المقربين من حزب الله من المرشحين السنة وهم بنحو 7 مقاعد إلى 9 مقاعد تمكنوا من خالق اللواح الحريري وهذا التقدم يحسب لصالح حزب الله يعني بهذه النقطة النتائج الأولية تشير إلى تقدم حركة أمل وحزب الله وتراجع عون والحريري إلى ماذا ترجع هذا الأمر؟ نعم عملية حزب الله وحركة أمل في لواء حيما الرسمية لم يتقدم ولا مدأخر ما حصل هو أنهما حفظا على ذات الإسباء وأظهرا أن السنائي الشيع حزب الله وأمل هما المطلقان على الشارع الشيء في لبنان لكن ما حصل هو تراجع للحريري وتراجع لعون عون هو الذي كان حالي سابق لحزب الله والآن هو أطلق رئيس الجمهورية يعني يستطيع العصة من نصفها هناك تراجع لكتلة الرئيس عون مقابل ظهور قوي لحزب القوات اللبنانية وهي مقونا أساسي في الرابع عشر من أذار هذا مؤشر على أن الشارع المسيحي في لبنان هو أكثر إيمانا ربما بفكرة الرابع عشر من أذار وبفكرة الاستقلالية اللبنانية والبعد عن إيران أتكلم هنا عن الشارع المسيحي تراجع الحريري أنا أرده إلى هل يمكن القول بأن الشارع السني في لبنان شارع مشتت؟ نعم هل يمكن القول بأن الشارع السني أو النسبة السنية أو الجماهير السنية في لبنان هي مشتتة بحيث أنها ضاعت ما بين المرشحين؟ أنا بتقبير أنها هي مشتتة وأكثر من ذلك أظهرت نوع من اليأس نحن عندنا نرى أن لهذه المرة الضوائر السنية نفط الأقبال فيها كانت أقل من حتى من الضوائر المسيحية وهذا يدل على أن هناك ضعف في الأقبال هذه رسالة كبيرة جدا وأيضا كان هناك خسارة أساسية لثيار المسيحي لماذا نرى هذا الضعف؟ لماذا الآن تشهد؟ على الرغم أنها أول انتخابات منذ تسع سنوات أو منذ الانتخابات السابقة أفواً وشيء جديد ربما بالنسبة للبنانيين بهذا الشكل بقانون انتخابات جديد كذلك صحيح بداية القانون الانتخابي كان مصرد أن يرفع نسبة الأقبال لكنها أدت إلى تداني معرفة أن النسبية ترفع نسبة الأقبال لا تخفيفها لكن هذا الأمر مصاب الأمر الثاني بالنسبة للقائفة السنية أنا بتقديري أن تيار المسيحي أكبر وجود سني علاقاته مع الأفريقاء السنين الآخرين لم تكن سوية وبدل أن تكون ربما علاقة تصالح كان فيها علاقة تخاطم فكان هذا على حساب الدور السني وعلى أصوات السنية اللي يتمكن يجد حزب الله مدخلا في عدد من الدوائر أشهره في البطاع الغربي والأهم من البطاع الغربي هو في دائرة بيروت الثانية المعصر الأساسي لتيار المستقبل منية فيها بهزيمة موحقة حصل فقط على ما بين 4 إلى 5 مقاعد من أصل 11 مقعدا في الانتخابات السابقة كان تيار المستقبل يحصل على 10 مقاعد من أصل 11 مقعدا هذه عملية ندلع لأن تبعضوا الوضع السني المسألة هي انتخابية بحثة بقدر ما هي مسألة في الداخل السني وفي إدارة تيار المستقبل لعلاقاته مع الأفريقاء وفي الخطاب السياسي لتيار المستقبل ولا تكون المشكلة برأيه سيد عبد الرحمن صلاح الدين الصحفي اللبناني كنت مانع عبر الهاتف من اسطنبول شكرا جزيلا لك